متواصلين إذن مشاهدين الكرام في انطلاقات هذا اليوم في هذا الصباح مع سن الحقائق حيث ينطلق شوط مميز وشوط يحمل إثارة القعادين في هذه اللحظات نسير مباشرين العمل دائما مع تحقيق الانتصارات والتوفيق دائما نتمنى للجميع في كل التحديات وكل المشاركات تنطلق أعداد مشاركة في هذا اليوم أعداد مميزة تصل إلى خمسين وستين من خلال الانطلاقات وأهلا وسهلا بالجميع في منافسات المرموم حيث دائما تكون الانطلاقات والمنافسات قوية هنا شعار وبد السهران هو من يتدخل على المركز الأول مبعد لمنصور بن سالم بن علي العمري إلى المقدمة والصدارة بينما هناك شعار بذويب يأتي على المركز الثاني ليقدم لنا الرسمي عبيد بن محمد بذويب العامري يتواجد ثانيا أما المركز الثالث وصل الآن في هذه اللحظات الشامي لخميس بن حمد بن شويان الهاشمي يتواجد في المركز الثالث بينما المركز الرابع من الجانب الآخر في المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء وصل الشبابي لعامر بن سالم بن علي العمري يحتل المركز الرابع والمركز الخامس وصل عبرود لعبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن حثقين المري يحتل الآن المركز الخامس بينما المركز السادس يتواصل مخوف ويأتي سعيد بن محمد بن راشد البواردي والمركز السابع المركز السابع هذا اللي وصل سيف العرب خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي المركز الثامن المركز الثامن يصل الطليلي محمد بن مبارك بن دحروي العامري والمركز التاسع الشارد سعيد بن سليم بالدودة العامري بينما المركز العاشر فتان لحمود بن سعيد بن محمد الحارثي هذه النتيجة هذه النتيجة يا الحفل الكريم بين فاتن وفتان إلا أن المركز الأول هناك يتقدم ولد السهران بعد فتان يتقدم السهران ومبعد مبعد منصور بن راشد العامري هو المتقدم هو الحاضر في هذه اللحظات منصور بن سالم العامري لا زال يتقدم ولكن 1200 على خط النهاية وصدارة الشوط المركز الثاني وصل الشامي خميس بن حمد بن شفيان الهاشمي بينما الرسمي يحتل المركز الثالث عبيد بن محمد بن ذويب العامري في ثالث المراكز أما المركز الرابع بدأت الهجمات المرتدة الهجمات المرتدة طيف واصل صقر بن هدوب بن سعيد العامري والمركز الخامس هناك تواجد من خلال هذه اللحظات خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي واصل المشاهدين العزاء ليقدم لنا سيف العرب بالمركز الخامس والمركز السادس يأتي في الانطلاق والتحدي والتواصل هذا المشوار هذه المنافسة القوية خميس بن حمد بن شفيان الهاشمي ولكن عودة إلى بداية الشوت عودة إلى البداية عودة إلى البداية المركز الأول المركز الأول يتقدم الرسمي الرسمي في صدارة هذا الشوت الرسمي مشاهدين الكرام الرسمي إذن على المركز الأول عبيد بن محمد بن ذويب العامري في صدارة هذا الشوت في مقدمة الانطلاق ومقدمة التحدي بينما المركز الثاني المركز الثاني مبعد لمنصور بن سالم العمري المركز الثالث اللي وصل طيف لصقر بن هدوب بن سعيد العمري يحتل المركز الثالث في هذه الانتقال أشوف الهجوم أشوف الهجوم إلا أن الرسمي 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 يبغي التحية والسلام لهالي الطوية لهالي الطوية في المركز الأول الرسمي الرسمي عبيد بن محمد بالذويب العمري اللحظات الأخيرة تانين والناموس واسعد الله صباحك يا بالذويب على الفوز والانتصار المركز الثاني مبعد لمنصور بن سالم العمري المركز الثالث هذا اللي وصل من خلال الوهيبي أو الصقر بن هدوب بن سعيد العمري قدم طيف في المركز الثالث المركز الرابع في هذه الانطلاقة وهذا التحدي وصلنا سنجار فهد بن عبدالهادي بن سعيد بن ذروة البريدي والمركز الخامس نترك سالم بن مسفر بالقوبع هو من وصل مشاهدين الكرام خامسا في هذا الهجوم لمستوى هذا الشوط عودة إلى البداية عودة إلى لحظات الشوط ولكن هنا لحظات الوصول إلى خط النهاية الرسمي أربع دقائق سبعة ثلاثين ثانية تسعة جزام من الثانية هنا ياتي مشاهدين الكرام الرسمي بهذا التوقيت عبيد بن محمد وذويب العامري وسلام لهالي الطوية السلام المركز الثاني أربع دقائق ثمانية ثلاثين ثانية بالوفاء والتمام والكمال ياتي مبعد لمنصور بن سالم العمري أما المركز الثالث فوصل مشاهدين الأعزاء هنا طيف لصقر بن هدوب بن سعيد العمري أربع دقائق ثمانية ثلاثين ثانية وجزئين من الثانية تانينا والنموسة على هذا الفوز والانتصار تانينا للجميع على تحقيق الانتصار في أرضية ميدان المارد